السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روضة ومدرسة أكاديمية العزيزة النوذجية الصلط الصف السابع التربية الإسلامية المعلمة السيل الفعوري ننوان درسنا لهذا اليوم هو الوفاء حديثنا لهذا اليوم بإذن الله سيكون عن خلق من أخلاق الإسلام الراقية وصفة من صفات النفوس الأبية خلق إذا انتشر بين الناس ملأ حياتهم صفاء ونقاء وظل لهم بروح مودة والإخاء والمحبة والألفة إنه خلق الوفاء ما معنى الوفاء؟ الوفاء هو حفظ للعهود والوعود وأداء للأمانات واعتراف بالجميل وصيالة للمودة والرحمة علي الأصمعي قال إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتجوقه إلى إخوانه وبكائه على ممضى من زمانه فقد دع الإسلام إلى التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة وهو يعتبر من الأخلاق العظيمة جدا يجب علينا الاعتراف بالفضل وتقديم الخير لمن أزدى إلينا معروفا فهو خلق من أخلاق الإسلام الراقية إذا انتشر بين الناس كما قلنا ملأ حياتهم صفاء ونقاء من صور الوفاء أو قبل أن نقول عن صور الوفاء دعونا نتحدث عن بعض الآيات التي ذكرت هذا الخلق قال الله تعالى وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ وأيضا قال الله سبحانه وتعالى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وأيضا قال وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ وقال أيضا وعد الله لا يخلف الله وعده هذه الآيات كلها تدل على أهمية هذا الخلق ومنزلته الرفيعة في الدين الإسلامي فمن صور الوفاء مع الوالدين والأقارب ومع العلماء والمعلمين وأيضا الوفاء مع الوطن ومع الأصحاب والأصدقاء ومن أهم صور الوفاء الوفاء مع الوالدين والأقارب كلنا نعلم أن للوالدين فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى فرضى الله من رضى الوالدين وأيضا لهم علينا حق كبير لما يتحملانه من تعب ومشقة في سبيل رعاية أبنائهم وتربيتهم فكيف يقول الوفاء للوالدين؟ يقول الوفاء للوالدين بحسن معاملتهما وإطاعتهما بالمعروف والقيام على خدمتهما وإدخال السرور إلى قلبهما وأيضا علينا أن نجتنب كل شيء يبغضهما سواء كان من الأفعال أو الأقوال وأيضا يجب علينا الدعاء لهما والاستغفار لهما في حياتهما وحتى بعد أن ينتقلوا إلى رحمة الله تعالى فرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل أخوان أبيه من بعده إذن يجب علينا أن نصل أقاربنا وفاء لوالدين طيب كيف يكون الوفاء للأقارب؟ يكون الوفاء للأقارب بأن تحافظ على أسرارهم إذا أسروا إليك بسر والدعاء لهما في ظهر الغيب ومشاركتهم في أفراحهم وأهدانهم وأيضا يكون بحسن مآملتهم وصلتهم الوفاء مع الأصحاب الصديق وقت الضيق كما يقولون وأيضا يجب علينا أن نحسن معاملتهم وأن ندافع عنهم ونرعى مصالحهم وأن نكرمهم ونقدم المساعدة لهم وننصحهم وخير مثال على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم أو خير مثال على الوفاء هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أما بكر حين قال ولو كنت متخذا خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شدت محبته لأصحابه خاصة أبا بكر الصديق وفي هذا الحديث يبين أنه لو كان هناك أحد من البشر يبلغ من نفس النبي صلى الله عليه وسلم مكانة أو منزلة لكان أبو بكر والله سبحانه وتعالى يحب الوفاء للأصدقاء فهي من أنبل الصفات وأعظمها فيقول أبو حسن البصري رحمه الله والله لقد أدركت أقواماً كان أحدهم يخلف أخاه في أهله أربعين عاماً ينفق عليهم أي أن الصديق كان حينما يتوفى صديقه يبقى يساعد أهله وينفق عليهم مدة أربعين عام حتى يتوفى يعني من شدة وفائه لصديقه كلنا لا بد نعلم من أهمية العلم وأهمية العلماء وفضلهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولهم مكانة عظيمة لأن لهم أثر كبير في انتشار الدين الإسلامي بداية وغيره من العلوم الأخرى فكيف يكون الوفاء للعلماء أو للمعلمين يكون الوفاء لهم بمحبتهم وتوقيرهم وعدم إيذائهم أو تتبع أخطائهم وزلاتهم رابعا الوفاء مع الوطن مما لا شك فيه أن حماية الأوطان هي واجب مقدس وفرض على كل مواطن فالوطن هو ليس بقعة أرض نعيش عليها فحسب بل هو بيت وشرف وعرض لكل واحد منا علينا أن نحافظ على أمنه وسلامته وأن ندافع عنه كل ما استطعنا إلى ذلك فللوطن فضل كبير على كل مواطن مننا يجب علينا أن نحافظ عليه وعلى خيراته وإمكانياته وأن لا نسمح لأحد بأن يعتدي عليه سواء بالأذى أو الإشاعات أو إصدار الفتن بين المواطنين لابد لكل شخص يتحلى بهذا الخلق مجموعة من الثمرات ومنها نيل رضى الله سبحانه وتعالى والفوز بالأجل العظيم يوم القيامة اثنان انتشار المودة والرحمة وزيادة العلاقات بين أفراد الأسرة والمجتمع أريد منكم أن تكتبوا بما لا يزيد عن خمسة أسطر قصة عن الوفاء سواء ما أهلك أو معلمك أو معلمتك أكاديمية العزيز نلتقي في القمة ترجمة نانسي قنقر